موسيقى بالتأكيد المستفيدة بالدرجة الأولى هي المافيات والتي سببت بهذا الفساد التي وقفت خلف نور الزهير أو وفرت له مساحة وتغطية قانونية إلى آخر وبالتالي هذا الفساد ليست فقط بضرر على المؤسسة وإنما ضرر على كل الشعب العراقي وعلى العملية السياسية أمام العملية السياسية وتقدم العملية السياسية وكل الشركات التي تريد تعمل حتى المستثمر عندما يأتي إلى العراق ويجد مثل هذه بؤر الفساد مسنودة من جهات محددة أعتقد يكون له كلام آخر هذه الحكومة حاولت أن تشتغل لم يكن تشتغل تراكمات الحكومات السابقة من الفساد أثرت عليها بقوة حتى الحكومات السابقة التي حاولت أن تشتغل لروس الهرم الموجودين أغلبهم فاسدين فلهذا أرى أنه دائما عجلة الإعمار يضعون بها العصر لتأخير الإعمار حتى لا يحسب لهذا السياسي المعين أو هاي الكتلة المعينة أو هاي رئيس الوزراء المعين فيكون حرب واضحة بهذا الأمر أكيد الجهات المستفيدة من هذا الموضوع التي تطلب دائما أنه يبقى الوضع بالخراب أو الدمار في سبيل استفادات مادية أو استفادات معنوية خاصة بهم لغرض تنمية أحزابهم لغرض تنمية الجهات التي هم تابعين إلها لدعم مشاريع خارجية حياكم الله عمال من السير في الطريق انسيابية هنا تعرجات هناك مطبات ومخاطر جازف بها كثيرا قائد الرحلة حاول السير بين البركبات والالتزام بكل التعليمات سرعة محددة انضباط مدروس لكن الحوادث واردت الحدود سواء كنت السبب أو المسبب الأهم أن تلتزم بارتداء حزام الأمان فبعض الحوادث مميتة إذا غابت الوقاء تلك هي رواية الحكومة وحكومة الخدمات تحديدا التي استعلض السوداني مسيرة إنجازاتها واعترض بعض الأطراف على أدائها فهل ستكمل مسيرها أم أن الطريقة بات مهددا كتهديد الجهل الذي استشرى في المجتمع لتنطلق الدعوات السياسية بضرورة عقد مؤتمر وطني لبل ورث شراكة وطنية لمحو الأمية فهل ستكون هناك استجابة أم أننا اعتدنا على ترك الحلول دون أي مبادرات ومشاريع أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رح يكون ويانا البحث في شأن السياسية الأستاذ وائل الركابة حياكم أهلا وسهلا كما أرحب كل الترحيب المحل للسياسية الأستاذ علي البيتر حياكم أهلا وسهلا أبدأ معك أستاذ وائل عامان تقريبا على حكومة السيد السوداني استعرض خلالها الكثير لكن هل بالفعل كانت ملبية للطموح؟ بدا بسم الله الرحمن الرحيم تحيات الحضر حيا أهلا وسهلا أهلا وسهلا علي ومشاهديكم الكرام يعني قياسا إذا ما أردنا أن ننظر إلى الحكومة السابقة أو إلى طيلة الفترات الماضية نعم لحد هذه اللحظة ملبية للطموح تلك المشاريع وتلك الخدمات المقدمة وفي مقدمتها طبعا إعادة المشاريع المتلكية التي كانت في الدورات السابقة افتتاح بعض المستشفيات التي لها من الدور المهم الكبير والجانب الأهم هو الجانب الحالي لمشاريع فك الاختناقات على الرغم من أننا نعاني يعني لازلنا نعاني نتيجة زحمة المشاريع حقيقة لكن أتصور أنه المواطن عندما يشعر بأنه هذه الأزمة ستنتهي بعد ستة أشهر أو بعد سنة أتصور أنه يعني تخف عليه كثير من الرؤى نعم أنا أتصور أنه لمن هي حكومة إنجازات وملبية للطموح ليش بعض الأطراف السياسية ساعة طالبها بالاستقالة ساعة تضغط عليها ساعة تسلط عليها ناس وساعة تدعو الانتخابات مبكر يعني هذا كل موضوع منفصل على الثاني يعني أنت عدتي لي ثلاثة أشياء ثلاثة محاور حيح الجهات السياسية المحاور صحيح أولا دعوة البعض إلى انتخابات مبكرة هذا لم يكن يعني فيه شيء من استهداف حكومة السيد السوداني أبدا إنما انطلق صاحب هذه الرؤية بناء على وجود هذه الفقرة بالمنهاج الحكومي الوثيقة السياسية التي تم الاتفاق عليها قبل تشكيل الحكومة كانت فيها نقاط مثبتة في الوثيقة السياسية كلها تنفذت لو بس إجوء على هذه لا لا الانتخابات المبكرة العفو العام المادة 140 وأعتقد أكو بعض كلها ما تحققت ليه شيء العفو العام ده يناقش مرة بس يعاد لخطورته ولأهميته ولتداعياته إذا ما قرئه وترتبه بشكل حقيقي دقيق بالتأكيد رح تخلص دورة السيد السوداني وبعثهم مقاري ما المشكلة أنا في رأيي الشخصي أنه الطرف السني الذي لم يتفق لحد هذه اللحظة على رئاسة برلمان والتي هي بالعرف السياسي من حقها لا يريد الأمور أن تكون فيها الجانب المستقر لذلك قد يسعى في بعض الأحيان من أعضاء وأطراف من عنده يحاولوا أن يصروا على بعض الأمور مثل قانون العفو العام يحاولوا أن يزجوا فيه موضوع التبيض السجون ليش الحكومة كتبت على نفسها بالوثيقة السياسية قالون العفو العام والله ما كنا لنرى النور بهذه الحكومة وهذا الاستقرار السياسي لو لا هذا الاتفاق والتوافق السياسي قبل ولادة الحكومة لعد ليش ما يساون قالون العفو العام ونشوف النور على طول صار لا أمور قانون العفو العام خطير قانون العفو العام عندما ينادي به البعض سين على شكل تبيض السجون هذه مشكلة يعني أنا أطلع لي قاتل وأطلع إرهابي لا لكن قد أطلع بعض الشخص اللي عليهم بعض الأمور خفيفة من الممكن لعد الساد واء ليش انكتب الورقة السياسية لعد هم أنطوا وعود للجانب السني والآن رحيتنا نصلون عن وعودهم لم يكتب على أساس أنه تبيض السجون والأخوة السنة يعلمون جيدا قبل الأخوة الشيعة قبل الشيعة لم يتم التوافق على أساس أنه بس تجي تقعد هذه الحكومة وتؤدي اليمين الدستوري القسم الدستوري أو اليمين الدستورية وتجي تفتح باب السجون وتقولهم أطلعون لا يجب أن يصدر قانون فالقانون لا بد أن تكون فيه نقاش رح أرجع لك على الانتخابات المبكرة فقط أتوجه لي بالسؤال لي أستاذ علي أبعالي الحكومة ملبئة للطموحات نعم تحية لحضرتك لأستاذ وائل ولي أستاذ المشاهدين الكرام أتصور أن حكومة السوداني نجحت إلى حد كبير في إعادة الثقة بين المواطن والسلطة بين الجمهور ومؤسسات الدولة وفتحت مساحة أنافذة من الأمل بأن هناك جهة تفكر بالشعب في فترات سابقة شاهدنا الكثير من التقاطعات أو شاهدنا الشغال المنظومة السياسية بأزماتها ومشاكلها حققت حالة من الاستقرار زرعت ثقافة جديدة رفعت سقف مطالب المواطن شون الدليل وطموحي الشارع معترض على أسعار الدولار معترض على الاقتصاد بصورة عامة عدنا أزمة إذا انخفض أسعار النفط إحنا رح نروح وراء الشمس الاختناقات المرورية حتى الآن قائمة الوضع الأمني غير مستثب جراء مقتل منتشرة المخدرات سيطر عليها بشكل جيد ولكنها لا زالت منتشرة الحكومة تقول دائما أنها تراكمات وتركات الحكومات السابقة والمواطنة بين قوسين مل كثيرا من هذا السبب نعم يعني في كل دولة في كل حكومة هناك أزمات ومشاكل لكن نتحدث عن الإرادة في معالجة تلك المشاكل والنجاحات المتحققة أنا إذا اليوم أقعد ركبا ونصل الحكومة وأقولها هذا الشيء غلط وهذا الشيء كذا وعنده فلان ملاحظات بعض الطروحات هي صحيحة يعني لا نتحدث عن كن الطروحات الصحيحة يعني هناك نتحدث عن مثلا مساحة مكافحة الفساد يعني لم يتم الوصول إلى درجات متقدمة هذه أول كلمة قالتها الحكومة منذ تأسيسها نعم وشغل يصح يعني هناك أزمة مركبة في هذا الموضوع لكن هناك طروحات أراها فيها جانب تسقيطي ونكز سياسي للحكومة وإشارات سياسية يراد من خلالها تعكير صفو الأجواء وضرب هذه النجاحات وتشويه صورة هذه الحكومة التي هي يعني برأي المعارضين قبل المؤيدين لها هي الأفضل منذ العام 2003 وما نشهده من استقرار هي الأفضل شنو اللي حققت الحكومة اللي تجي على خراب مثلا تجي على تراكمات ما ممكن أن تنتج لك واقع نفس واقع دبي العافية درجات أهلنا يقولون ومثل ما جاي نشوف اليوم يعني الشارع العراقي إلى حد كبير مرتاح يعني لهذه الحكومة أو مستمتع بحالة الاستقرار عليه أن يدعم خيارات الأصلاح التي تحققها لكن عندما نتحدث عن الأصلاح بمفهومه المطلق فإنه سوف يضرب الكثير من الجهات حتى التي تتواجد داخل منظومة السلطة هي هنا لنقطة هذه الجهات يطالب بانتخابات أو باستقالة السيدة محمد الشاعي السودان هذه جاية تعكف صفو الأجواء السياسية لا شيك أنت اليوم إذا نجأت إلى خيار الانتخابات المبكرة ستجعل منها عرفا وثقافة سياسية جديدة تجعلها بديل الواقع يقول لك أني عندي ورقة سياسية مكتوبة به يعني ليش ما أريد أن أفذ هذه الورقة ليش نروح الانتخابات ليش ما نستثمر الاستقرار السياسي اللي جاية تعيشها البلاد وقناعتها السياسية يقول لك ما قدم شيء وندعم الأصلاح اللي موجود ونوسعها ونعمقها وبالتالي نحقق الكثير من الذي وعبنا به لكن ربما السوداني جاي يصل إلى خطوط حمراء في ذهنية بعض الأطراف السياسية ما كانت تتمنى أن يصل إليها نعم يعني في ضربه للفساد في إزاحته بعض المتلكيين وبعض المحسوبين على الأطراف السياسية إحنا إذا ذهبنا إلى هكذا رؤية باشر أيضا يجيك طرف يقول لك لا أنا أريد أن أغير كتابة العقد الاجتماعي والسياسي ونرجح نعيد كتابة الدستور وإلى آخر خلينا نستثمر هذا النجاح ونوسع دائرته ونمضي به قدما وننطي صورة إيجابية للعالم بأن المنظومة السياسية قادرة على تحقيق أكثر للشارع العراقي عكس ما يشاع عليها وبالتالي إذا يعني الصورة هاي ما تحسنت الجميع سوف ينظر وليس يعني السوداني شخصيا أو حكومة على وجه التحديد لأن هؤلاء مهما يكونوا جيد راح يكون دورة دورتين ثلاثة راح يغادرون اذكر لي شخصية الحكومة استهدفتها رمز للفساد وحدة شخصية وكانت عبران المجتمع ماذا راح يدخلني بإشكاليات لكن يعني اليوم هناك نوع من الخوف لدى حتى الفاسدين يعني قبل الفاسد يسرق يروح للخارج الآن اليوم هناك جهات رقابية لا 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 حس الفاسد في حكومة سيد محمد الشاعر السودان يسوي لقاء بالتلفزيون ويسولف هاي صارت حالة بيها نوع من الاستثنائي لكن بشكل عاماني جاي يشوف الفساد تخلص طريقة تعاطل السلطة ويا المواطن اختلفت تفاعل المسؤول ويا المجتمع ويا الشارع يا أستاذ علي غير عندك واحد اثنين ثلاثة حتى أفهم هاي وجهة نظر شخصية لكن ما الذي يتحقق لا راح اقول ليش مثال قبل المواطن ما يشوف المسؤول إلى درجة يمكن مدير عام معاون مدير عام بس بالتلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي اليوم شفنا جاي نشوف وزراء ينزلون للشارع يتفاعلون مع المواطن داخل وزاراتهم إلى آخرين هذه كلها تحسب لنجاحات السوداني لو لا يعني وجود رئيس وزراء بهذه الشخصية بهذه الكارزمة يمكن ما راح نشوف ايضا نشوفهم في ابراج عاجية وبس بالحلم يمكن يطلعون او متن في سوداني اذا استاذ وائل يعني اكثر انجازات الحكومة انه المسؤول يحجي المواطن يعني هل هذا ما احنا نطمح له بالفعل وهذه الجهات السياسية وخلنا نتحدث بصراحة اتلاف دولة القانون دعا إلى استقالة سيد محمد شاء السودان طبعا بشكل علني سيد فرح لا يوجد هكذا تصري بس لربما بالتسريبات التي تنقل من هنا وهناك هذه انا ما استطيع ان اعتمد السيد المالكي مقابل على اداء محمد شاء السوداني نتحدث بصراحة لا اخذيها من عندي ويحسب الكلام علي شخصيا لم يكن هناك خلافا بين السيد المالكي مع السيد السوداني يعني يصل الى مستوى رغبة السيد المالكي بان يقال السيد السوداني ابدا سيد فرح احنا دعنا نتحدث عن عملية سياسية عملية سياسية والحكومة اجت نتاج من الاطار ومن اعتلاف ادارة الدولة فلا يمكن الاطار يعني منطقيا ان يحمل السيد الشياع السوداني امحمد الشياع السوداني مسؤولية التقصير او الخلل في سوء الادارة يعني انت تفند معك ويش شيء لا شوفي انا اعتمد على شيء واضح ومطروح علني يصدر من السنتهم ببيانات رسمية اما ما يحدث من حوار بين سين من الكتل السياسية وصعت من الكتل السياسية هذا عند رأي هذا عند رأي هذا امر ما دام ما معلن طيب ما ممكن ان استخدمه لكن حضرتك قريب من اعتلاف دولة القانون نعم يعني قريب من الاجواء السياسية عموما شنو علاقة السيد السوداني والمالك بصراحة علاقة جيدة والمالك داعم الى الحكومة وعد ما اطلق كلمته ورغبته بانتخابات مبكرة مثل ما ذكرتش لانها جزء موسد فرح اكو بعض الاحيان اكو ضغط سياسي من قبل الاطراف يا اطراف انا اقولش يا اطراف الاطراف الشركاء اللي وياك بالوطن هم السنة والاكراد السنة والاكراد اي يجون يا جماعة الخير ليش ما تنفدون الورقة السياسية اللي تم بيها الحقيقة يا با يا شنل بيها الكردي يقول المادة 140 السنة يقول العفو العام بعض الاطراف يقولون انتخابات مبكرة فدعوة السيد نوري المالكي يعني على الاقل انها يا با دعينا شو انتم ما احد اجيه قال تعالوا يعني وين هل يلا يعني اسقاط فرض هسه مو خضية اسقاط فرض بقدر ما انه تحقيق تحقيق طلب موجود داخل الوثيقة السياسية وبس هذا الطلب يحق هذا واحد اثنين انه الازمة السياسية بعض الاحيان هي ترى صحية يعني انت انا انابهك على فد نقاط نعم انا قد اتفق معاك انه ليست في مستوى الطموح يعني ما تحقق هو ليس في مستوى الطموح لكن ستفرح خلي ننظر الموضوع بتجرد العراق يعني على الاقل ما اريد اقول قبل لا من داعش ولحد هذه اللحظة من حكومة الالفين واربعة عشر والى الان زي مو اجانا داعش واجتنا مظاهرات تشرين واجتنا 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 ازمة عالمية اقتصادية واجتنا بالواحد وعشرين بانتخابات الواحد وعشرين وصل الاشكال شيعي شيعي اجت الازمة انحلت فاني في اعقاب هكذا وضع وفي هكذا حال لابد ان شوية حالة التوازن مطلوبة ما اقدر امين لا الى سين ولا الى صاد نعم مو مستوى الطموح نعم نعم خلل ان يطلع نور زهير على الشرقية ويطلع لي قاعد بلقاء هذا خلل هاي هاي ما سقط حكومة بس هذي مو خلل حكومة ساد وائل هذي لو كانت في غير حكومة ما كان قامت الدنيا عليها ولم تقعد بصراحة يعني ممكن حتى اكون صريع وياجتنا نعم ممكن ان تكون لانه عندنا شك لو كانت بغير حكومة مثلا لو الحكومة السابقة حكومة الكاظم وصاير هكذا حدث لاني اصلا مشكك برئيس الوزراء الكاظم فبالتالي اي سلوك من عنده اقول هذا مقصود لكن السيد محمد جوحي الاضار كل اتفاق واجتماع حتى يحلون قضية محمد جوحي مو يحلون قضية لا عشين حلم محمد جوحي واضح جدا انه يتحول للقضاء والقضاء هو الذي يمتلك العدلة والوثائق والجميع يؤمن بحلول القضاء وبالقول القول لكن اجتمعوا على حجم والارتدادات محمد جوحي ماذا يشتغل ببلدية ولا يشتغل بامانة يشتغل بمكتب رئيس الوزراء يكون ملفات ومراسلات تجسز وابتزاز وتعصت وابتزاز قد تكون هذه كلها حجم المصيبة كبير حجمها كبير انا كمتلقى اليوم يشوف نور زهير ويشوف محمد جوحي يقولها اي حكومة ناجحة لا امو هذا مو عمل حكومي يعني نور زهير يعني واحد يتحدث للانصاف هسان لا محسوب على حكومة السيد السوداني ولا احاول ان اجملها لكن اتحدث بواقعية محمد جوحي انا بالنسبة الي يعني من مخلفات حكومة الكاظمي مخلفات حكومة الكاظمي ليش ما طلع السيد محمد السياع السوداني ترتيج سنتي ليش بقى مخلفات احسنتي 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 هذا هو قد يكون هنا الحديث والحوار ما بين قادة الاطار وبين السيد السوداني على بعض الامور وتصور انه وطرح قالهم انا ما عندي اي خلفية واي معلومة حول هذه الشخصية وحول حمله وحول وجوده تعرفين يعني مكتب رئيس الوزراء هو بوني جبحت للموظفين هذا الشي يشتغلوا هذا غير المفوض اكو جهات رقابية مسؤولة عن اقسام ادارة رئيس الوزراء انتو جدتوا تتهمون مستشاري سيد الكاظمي اقول امو هو الكاظمي كله غباب ومنهم رائد جوحي فلذلك انت بد رائد جوحي وانت قد حتى البواب من زمن حكومة السيد الكاظمي كانت اكو مشكلة رائد جوحي مو عمّل محمد معليركم وطاق يعني مو بالضرورة حتى وان كان عمّة صلة القرابة لا تغني يعني تخلي الانسان يحسن او يقبح اذا كانت صلة القرابة منهم نتاجات تشري وانتو كانت عندكم ملاحظات كثيرة على نتاجات تشري ولازال انا شخصيا واعتقد الاطار لازال عنده مؤشر على كثير من الاسماء لكن هذا التوصل الى حلول معقولة تحافظ على حالة الاستقرار يعني هاي دعوة القوى السياسية الى كل هذا التحلي بالمسؤولية والوقوف خلف الحكومة وبالمقابل اكو دعوات اخرى الى الاستقال وانتخابات مبكرة السوداني ما حجب تحديات البارحة بس هذا تلميح للقوى السياسية مو معنى اكو قوة جاي توقف قدامي وتهددني نعم طبعا رسالة السوداني امس هي محاولة لفهام الجميع سواء على المستوى الشارع العراق اجتماعيا سياسيا نقبويا او حتى على الصعيد الدولي بان الواقع العراقي يعني بدأ يتقدم الى الامام بخطوات صحبطية لكنها ثابتة ومحسوبة وتشير الى وجود شخص يتحلى بمسؤولية تحدث ايضا عن حجم التحديات وان هناك بعض الاطراف تحاول وضع العصي في دوالي بهذا من هي هالاطراف النجاح يعني انا ذكرت لحضرتك بالبارت السابق انه عندما يكون الاصلاح بشكل مطلق سوف تتضرر ايضا اطراف داخل منظومة هذه كلمة فضفاضة السيد الوائل الآن قل لي بوضوح السنة والاكراد يردون واحدة فيه لاذا تحقق في الوثيقة السياسية لا مو بالضرورة لا مو بالضرورة هناك اطراف اليوم شيعية تدعو لعدم اكمال السيد السوداني ربما خطوات الاصلاح التي يعني بدأ بها السيد السوداني نتحدث بشكل مطلق اضرت بالكثير من الاطراف الشيعية وقوضت نفوذهم داخل منظومة السلطة او حتى على مستوى ضرب الكثير من العناوين الفاسدة هو يعني لم يكتب عنوان فاسد حتى الآن انضرب ربما التعليل الوحيد انه هذه الاطراف تخاف من توسع نفوذ السيد السوداني ومشاركته في الانتخابات يوم عندك توسع قاعدة جماهرية أرساد علي نقطة اساسية وجوهرية بالموضوع لكن في نفس التوقيت يعني اي خطوة ايجابية داخل يعني منظومة السلطة او على مستوى مؤسسات الدولة هي نجاح للنظام السياسي بشكل عام عليها تلك الاطراف ايش رح يصير من نور زهير هل ستلعب الحكومة دورا مهما في القضاء على الفساد خلينا واحد عبرة حقيقة احنا اليوم نريد نشوف فاسد يكون عبرة لبقية الفاسدين نعم قضية نور زهير لا يمكن ان تغلق مثل ما تريد الكثير من الاطراف المستفادة في هذا الموضوع لسبب واحد ان الحكومة هي ألزمت نفسها بالكشف عنها وعن تفاصيلها وكلش كم يوم يطلع كان السيد رئيس هيئة النزاهة وحتى دولة رئيس الوزراء ظهر جليا في الكثير من اللقاءات التلفزيونية وأعلن عنها لذلك هي ملزمة للوصول إلى نهاية الأزمة أو حتى قفل القضية وتصفيرها بشكل مطلق ومحاسبة المذنبين أو المتهمين وحتى الأطراف المستفيدة منها أو التي كانت تقف خلفها عليها أن تفضح أمام الشارع العراقي لذلك رئيس هيئة النزاهة تعرض ضغوط يعني المؤتمر طبيع جدا هذا الأولى السياسية بشكل مخيف وصالح هذا جزء يسير ربما من ما أعلن لأن هكذا مبلغ هكذا رقم هكذا جهات أكيد لا يمكن أن تترك الأمور تسير إلى ما تريد الحكومة أو إلى الجانب الأصلاحي لذلك ترددات القضية يمكن أن تصل إلى أكبر من هذا الأمر أكروس متنفذة جاية تحمي نور زغير ومتنفذة تحمي الفاتح ولا قضيتة وتسكر القضية نور زغير ومس بايدرمان أكيد خلف منظومة وخلف سيستيم وهو واجهة لأطراف معينة من أم هاي الأطراف ما أعرف بالاسم وما أقدر أقول أسمها بحد ذاتها لكن الفوضى التي أنتجتها المراحل ما بعد عام 2003 لا شك أنها صنعت الكثير من الدين الصورات داخل المنظومة السياسية داخل السلطة حتى على المستوى الحضور الاجتماعي وأنتجت شخصيات معينة من خلال لها تستطيع الوصول إلى المال العام تستطيع حماية نفسها تستطيع أن تعصن الكثير من الإمكانيات وتمنع اختراقها يعني حتى على كانت عصية على مؤسسات الدولة الرقابية عندما نذكر هذه القضية فإنها يعني ربما سوف تكون ملاصقة للحكومة السوداني والجهات الرقابية داخل الدولة وبالتالي لا تستطيع حكومة السوداني أن تغلق القضية أو أن تغمرها لصالح بعض الأقراف إذا ما تخذوا إجراءات بحق نور زهير هل هي كفيلة هذه الحادثة واحدة كفيلة بإسقاط حكومة سيد محمد شاعر السودان والله ست نحن عندنا هواية مشاكل يعني عندما نتحدث عن هذه نقارن الأزمات التي أسقطت حكومات في بلدان أخرى ربما يعني ربع هذه القضية يعني حصلت نعم لكن الك Millicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic الواقع العراقي مليء بالأزمات ومليء بالمشاكل ويعني عندما نقارن هذا الواقع بواقع آخر ربما قضية الخدمات قضية البطالة قضية الفقر إلى آخرين من التفاصيل لكن اليوم الشارع العراقي مخدر بالأزمات ومخدر ربما حتى مخدر بالوعود يعني حتى يكونوا إياك منصفة مخدر أتفق ويا حضرت نحن كهرباء خلص الصيف ستتحسن كهرباء ورح تتحسن وكل شيء ما شف أتفق بهذه النقطة لكن يعني مساحة الأمل بدأت تتسع شيئا فشيئا وندعم هذه الرغبة وهذه الإرادة وحتى هذه الوحود ندعمها ويعني نراقب هذا الأداء ونشخص مكامل الخطأ والنجاح وننقد الخطأ وندعم هذا النجاح نحن ما يصير نضرب نجاحات السوداني في صفر وفي نفس التوقيت نضخم من الأزمات الموجودة في الشارع ليضحكت على سالفة البيرو أخوتي ضحكت على سالفة البيرو وعلى أخوة اليوسف ليه سمعت وليه ضحكت عليها وشنو اللي بداخلك وبصراحة لا قضية نور زهير يعني هي ابتداء الآن أنا في رأيي الشخصي أنه القضاء والحكومة على المحك في قضية نور زهير وخاصة القضاء لأن القضاء هو الذي يعني أطلق حرية نور زهير مو الحكومة للإنصاف وإلا لو كان القضاء قد أصدر أمرا قضائيا بعدم السماح بالسفر لنور زهير مو له يجي السيد السوداني أكبر واحد ما يقدر يطلع هي هاي الأسئلة إذا يقول لك لي فلذلك القضاء حينها اعتقد أنا ما أقدر أخلي نفسي بالقضاء في مكان القضاء لكن عندي ثقة مطلقة بالقضاء لأنه أنا أعتبر القضاء هو الشيء الوحيد الثابت ضمن الأمور المتحركة الآن حكومة تروح وتجي غيرها لكن القضاء ما أقدر يعني أفكر نيابة عنه لكن قد يرى أنه من مصلحة البلد من مصلحة العملية السياسية الدفاع عن العملية السياسية من أجل استرداد الأموال لا ليش وصفتها بالمحق دلت الحكومة والقضاء على المحق شون الممكن يصير طبعا إذا نور زهير ما استطاعت الحكومة أن تجيبها بالأنتربول زين والقضاء ما أصدر بحقها وبحق من بمعيته حول الشبكة المعروفة اللي تطلع يعني أبقى أنا أقول مع كل الأسف يعني شلون تفقدت أموان العراق يعني راح أفقد الثقة راح أسوي خب ما زوي انقلاب لكن أفقد الثقة فيك كل ما وحدة بس فقدان الثقة لا تشيقدر لأسوي ما قدر أسوي شيء ممكن أشوف نور زهير يموت وتسكر القضية من ناكمات وخلاص إذا مات نور زهير أكوارت إلى لربما أجبا من نور زهير من الأسهل يصير إنا أن نرجع استرداد الأموال العراقية شكرا جزيلا البحث في الشأن السياسي الأستاذ وائل الركابي حياك الله نورتنا في حصاد اليوم المحلل السياسي علي البيضة الحياك الله شكرا جزيلا على كل ما تفضلت بي ملفنا الثاني راح يكون عن الدعوة التي أطلقها سماحة الشيخ مام حمودي لمؤتمر وطني ضم الجهات الحكومية والقوى الوطنية السياسية والأكاديمية والمدنية والإعلامية لبلور الشراكة وطنية لمحو الأمية راح نفتحه إياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لينوتام كان العراق يمتلك نظامنا تعليميا من أفضل أنظمة التعليم في الشرق الأوسط حسب منظمة اليونسكو إلا أن الأزمة السياسية التي عصفت في البلاد جعلته خارج لائحة الدول الأقوى في هذا المجال وفي اليوم الدولي لمحو الأمية دعا الشيخ مام حمودي الجهات الحكومية والبرلمانية والنخب الفكرية إلى تضافر الجهود لعقد مؤتمر شراكة وطنية للنهوض بواقع تعليمي جديد خال من الأمية دعوة سمحت الشيخ مام حمودي البارحة لاقت استحسان الكثير خاصة النخب الفكرية والثقافية لأنه دعوة كانت ترتبط بعدة محاور لازم تتم حتى تنشط هذه الدعوة وتحقق جدوها مثلا قضية أنه عقد مؤتمر وطني يناقش هذا الملف والخروج منه بمخرجات تصف في مصطحة الفرد والمجتمع العراقي هذا شيء جدا مهم أنه حكومة لازم تتفاعل قوة السياسية تتفاعل الأحزاب والكيانات الأخرى تتفاعل بالإضافة إلى التفاعل الشعبي وأنا أشوف أهم نقطة أنه الشعب هو نفسي تتفاعل ليش؟ لأن هذا الملف إذا أصلحناه رح يصف في مصطحته أموية النساء ترتفع مقارنة بالذكور لأسباب عديدة أبرزها الحروب المتتالية التي عاشها العراق خلال العقود الماضية وما تلاها من عدم استقرار علاوة على تفشي الفقر والعنف الأسرية حسب ما يرهم مواطنون كثرة الأمية وراها عدم الاستقرار الأمني الذي عاش البلاد من 2003 ما بعد سقوط النظام البائد إلى سنوات قريبة ربما يلا قدرنا نتخلص من موضوع الأمين والحروب وتعرف متوالية من قاعدة إلى داعش وكذا أغلب الناس فقدت ثقتها بالشارع بالمجتمع بالاختلاط فصاروا يحاولون قدر الإمكان يتحفظون على النساء بحبسهم بالبيت عدم استماح لهم بالتعليم عدم استماح لهم بالعمل عدم استماح لهم بمزاولة حريتهم الشخصية حتى وإن كانت على نطاق ضيق ولكن اليوم التعليم هو جدا مهم المرأة المتعلمة تعتبر ثروة بالبيت وتعتبر هي أساس البيت لأن المرأة لم تكن مثقفة ولم تكن متعلمة ما تقدر تدير أسرة ما راح تقدر تحل المشاكل التي تكون بداخل الأسرة وتشير حصاءاتنا رسمية أن نسبة الأميين في العراق تبلغ نسبة 12% معظمهم من الإناثة بسبب التقاليد المجتمعية والعقبات الاقتصادية التي تحول دون استكمال تعليمهن من بغداد شايبان سامي قناة الأيام الفضائية من لفنا الثاني راح يكون مع الناطق الإعلامي باسم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية مؤيد خضير حياك الله أهلا وسهلا كما أرحب كل الترحيب بالناطق باسم نقاط المعلمين فرع الرصافة الأسادة محمد سعيد حياك الله أهلا وسهلا المعلومة ليس ناطق الإعلامي نقيب المعلمين في بغداد الرصافة ونائب رئيس اتحاد المعلمين العرب نقيب المعلمين حياك الله أهلا وسهلا بك أبدأ معك باعتبارك نقيب للمعلمين لماذا ارتفعت الأعداد التي لا يعرف يقرأ ويكتب تشرت أعدادهم بشكل مخيف من بعد عام 2003 حتى هذه اللحظة شو السبب أولا شكرا جزيلا لتحديث هذه الفرصة الحديث عن هذا الموضوع الحيوي والمهم والكبير اللي يلامس حياتنا بشكل مباشر كعراقيين وشكرا جزيلا لقناتكم وألف ترحيب بالأخ العزيز الناطق الإعلامي في الجهاز حياكم الله هذا الموضوع بدأت كمراقبين وكمتابعين وكمهتمين بالشأن التربوي لاحظنا أنه ازدياد الأعداد بشكل كبير جدا وبشكل مخيف يعني ورصدنا هذه الحالات يعني تقريبا منذ اليوم الأول ما بعد التغيير وصل عدد يعني الغير متعلمين أو اللي هم مشمولين في موضوع محو الأمية أكثر من دعش مليون يعني دعش مليون شخص ما يعرف يقرويك يعني هذا العدد التقريبي يعني اللي وصلنا له واللي احنا اتخذناه بس هذا من فترة قريبة اعتقد الجهاز الجهاز وقعت عليه مهمة كبيرة جدا وتقريبا وصل عدد المتدربين الآن اللي أكثر من مليون ومئتين وخمسين يعني أنهت الجهاز الجهاز أنهى أعماله وبالتالي أنه أصبحت الحالة طبيعية أكيد أنه لها أسباب هذه الظروف الاقتصادية هي واحد من أهم الأسباب التسرب اللي حصل عندنا التسرب اللي حصل في المدارس الطبيعية يعني اللجوء إلى والبحث عن فرص العمل أكيد أنه بسبب الضائقة المالية وبسبب الظروف الاقتصادية اللي تعيشها الأسرة العراقية كان إلى مسبباتها وكان إلى أعتقد سببه الكبير جدا بالابتعاد عن مقاعد الدراسة أضف إلى ذلك اليوم هي مدارسنا بشكلها الطبيعي هي غير مدارس غير مهيئة غير مهيئة غير مهيئة أن تكون هي مدارس طبيعية أدنواق أمني يعني غير مستتبكان في السنوات المهيئة كلها هذه خلفتنا داعش مليون يعني هذا العدد العندي ويجوز معرفة هو أنا رح أتأكد من المعلومة من أستاذ مؤيد أستاذ مؤيد حياك الله داعش مليون اليوم عندنا واحد ما يعرف يقرأ ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على استضافة ونرحب بالزميل في نقابة المعلمين حقيقة هي الأرقام يعني لا توجد يعني نسب وأرقام دقيقة بالمعنى اللي نعرف أنه من نعطي رقم أو نسبة يجب أن تكون الجيهة اللي يعطت هذا الرقم أو النسبة هي جهة رسمية هي المسؤولة عن داعش شغل وزارة التربية المسؤولة المسؤولة عن أعطاء الإحصائيات والأرقام هي حقيقة وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء إحنا حاليا يعني من السبعة وتسعين آخر تعداد عام للسكان فما عدنا تعداد لا يا مو تعداد أنتو كوزارة التربية وفق الأرقام اللي يعطكم كبه أحد متسربة إحنا وزارة التربية كتعليم غير النظامي يعني اللي هو يشمل محول أمية عدنا جراءات عملنا عليها لكن تسأليني إنه كرقم حقيقي أو نسبة إحنا ما مسؤولين على لدينا معطياتنا الخاصة وبعض المنظمات حقيقة تعطي أرقام وفق معطيات هي تعمل عليها لكن إحنا نقول إنه الأمية موجودة إحنا ندري موجودة الرقم التقريب نعم الأمية موجودة بسبب الظروف اللي مر بيها البلد من قبل 2003 من التسعينات التجربة كانت موجودة قبل 2003 والاستطاع العراق يعني إنه يخلص بعض الشيء من الأمية لكن بسبب الحروب بسبب الحال الاقتصادية عادة الأمية تفشت بشكل يعني غير طبيعي بعد 2003 نتبهت الحكومة لهذا الموضوع صدر قانون رقم 23 لسنة 2011 قانون المحول أمية وعملنا عليه انطلقت الدراسة في 16 2012 التحق أكثر من 500 ألف دارس وفتحنا أكثر من 6 ألف مركز في عموم العراق إجراءات وزارة التربية المتمثلة بالجهاز التنفيذي المحول أمية خرجنا لحد الآن 11 دفعة ونعمل على إن شاء الله انطلاق الدفعة 13 لدينا برامج وخطط عملنا عليها بتقليل أعداد الأمميين المستفيدين بشكل عام أعدادهم لا أعدي رقم حقيقة أنا مثل ما أكد بأي جهة إعلامية أو أي قناة كرقم أو نسبة نقدر نعطيها على موضة تكون رسمية ونعتمد عليها يعني حقيقة ما أعدينا أدنا تقام تخضيري إذا أنت ما عندك رقم في وزارة التربية شون تعرف أعدادهم شون تعرف تعالج مشكلة أنت بتعرف حاجة مو إحنا من إعلن عن انطلاق الحملة إعلن إعلاميا عن يعني بمكان الاتحاق الأممي كانت هي الحملة ترغيبية وليس يعني إجبارية فالتحقة يعني الأمميين اللي يريدون يحصلون على الشهادة واللي يتعلمون التحقة وعدات كبيرة ومستمرين إحنا خرجنا 12 دفعة يعني البرامج العملنا عليها أكثر من برامج يعني في مؤسسات الدولة أيضا عندنا برامج عملنا عليها إحنا المستفيدين حقيقة لغاية الدفعة 12 أصبح أكثر من مليونين يعني مليونين ومئة ألف أو أكثر والعدد مستمر هذول المستفيدين من عموم البرامج اللي عاملين عليها زي عدنا برنامج مهم واللي أكد عليها رئيس دولة الوزراء محمد شاعر السوداني على موضوع أمية الوزارات عندنا تجربة كانت مع وزارة النفط كانت تجربة ناجحة وفتحنا مراكز فيها مثال يعني كوزارة النفط هذه التجربة اطلع عليها دولة رئيس الوزراء وتعممت تجربة بشكل رسمي أنه وكافة الوزارات يجب أن وصلتنا أحصائيات بشكل رسمي بعد أن عممنا كتب جميع الوزارات مع جميع الوزارات الأمنية وغير الأمنية لدينا مراكز محومية ومستمرين ولدينا أيضا برامج وخرجنا أعداد كبيرة منهم ونمنحهم شهادة هي شهادة معادلة للصف الرابع الابتدائي حقيقة يعني عالجنا مشاكل كثيرة لأن الأمية حقيقة مشكلة موسهلة مشكلة خطيرة مشكلة يعني تأذي المجتمع نقدر نعتبره يعني هو مرض يعني يضرب المجتمع لا هو مرض ومنتشر لكن يعني أريد أسأله السادة محمد بصراحة الأسباب اللي خلت هذول الطلبة يسربون من المدرس اليوم أولجت يعني بعثها حالة الفقر بعثها ثلاث دوامات في مدرسة وحدة الاكتظاف بأعداد الطلاب حالة الجهل العشائري من بعض العشائري يقول احنا بدنا ما تروح للمدرسة خليها أميك قاعدة بالبيت لا تقرأ ولا تكتب هذا اليوم ما احترامنا لكل العشائر لكن هذا اليوم موقع حال واني دعا نقول لك مناشدات ومعاناة الشارع أكيد الظروف الاقتصادية كان لها دور كبير جدا بالانتشار ظاهرة الأمية يعني احنا في وقت من الأوقات اعتقد منتصف السبعينات انتهت عندنا ظاهرة الأمية وبالعكس يفترض أنه بعد التطور اللي حصل بالعالم بشكل عام والعراق بشكل خاص خاصة بعد انتهاء حقبة ظالمة من الحكم الدكتاتوري يفترض أنه كل السلبيات اللي واجهها الشعب العراقي يفترض أن تنتهي للأسف الظروف الاقتصادية احنا هو العامل الأساس العامل الأساس اليوم تعرفين اليوم حتى قانون العمل حرموا ومنع أن الأطفال تعمل الزج بيهم في سوق العمل وللأسف للأسف للأسف الآن الأعداد ترى هي كبيرة جداً والعداد مخيفة بصراحة مخيفة العداد مخيفة وكبيرة وزارة التربية ما عدها ألم يعني يعني حقيقة العراق في وقت من الوقات كان يتربع على عرش المنطقة في مجال التربية والتعليم وكان إلى دور كبير جداً في جميع المجالات الفكرية والاقتصادية والثقافية للأسف هذا الانحدار الكبير ست أنتي تحدثت عنه وأعتقد هو احنا في داخلنا غصة كبيرة جداً اليوم الظروف الاقتصادية والعادات القبلية التي أعتقد هي تعيشها مناطقنا وتعيشها بعض قبائلنا العربية تمنع الطفل وتمنع الطالب وبالتالي الزجة في سوق العمل وهو بعده في مختبل العمر نحن نشيد على مبادرة المبادرة سيد رئيس مجلس الوزراء اللي اهتمامه بهذا الموضوع اهتمام كبير جداً اليوم موضوع من موضوع مهم جداً الموضفين اليوم اعتقد هاي أموية الموضفين هاي مسألة خطيرة يعني شون اتعين بدونة اذا هو ما يعرف يقرأ بذر موجودين يعني هذا هذا موضوع مهم جداً اليوم يمنوا اعينهم طبعاً السادة محمد يعني هسا هو لا يعرف طبعاً هي الظروف الظروف الاقتصادية لا الظروف الاقتصادية اليوم اليوم اغلب هسا احنا هو اغلب قواتنا الامنية يعني من الجيه يعني أدسل لك بصراحة هو ما يعرف يقرأ ويكتب ومتعين هو احسن لو لعد موجستير هسا قاعد يظهر بالشارع ما يعرف يتعين طبعاً هما الحالة المطلوبة يعني هذا عند ظروف الاقتصادية صحبة وهذا ايضا عند ظروف العائلية الملحة ما ليك من الظروف يتعين اليوم ده اتحدى عن سيستم دولة يتعين هو ما يعرف يقرأ ويكتب طبعاً مهي مشكلة لا هو اكتعينات الآن فتحه بباب التعين لا حتى من فتحة كأمي كأمي لا تعينه في ظروف في الظروف معينة طبعاً في ظل ظروف معينة هي طبعاً هنا كان الكل هو يبحث عن مصدر رزق العائل ويحاول ان يأمن عائل هذا شون بلد عادل لما تقوم تعين واحد ما يعرف يقرأ ويكتب ستية مهنانة وحيوي وطبعاً اليوم احنا حقيقة نتألم نتألم اليوم اكيد احنا كأولياء امور لعوائل كريمة وانا اعتقد اتحدث نيابة عن الشارع العراقي مو معزل عنهم ولكن انا جزء من هذه المنظومة المجتمعية يعني اليوم اب ينفق اموال كثيرة جداً حتى يوصل ابنه او بنته يقضي مرحلة الابتدائية ثم ينتقل الى مرحلة المتوسطة ويدخل الى مرحلة الاعدادية ويدخل الجامعة ويحصل على شهادة وبالتالي انه عدم وجود فرصة عمل عدم وجود فرصة عمل زيان هاي الكليات والجامعات اللي ترست الارض السيد محمد هذا سبب رئيسي يقولك انا ما اقرأ شنو مستقبل خلا روح اشتغل منسا واجمع لي فلوس هذا سبب رئيسي لمحو الأمية احنا رفضنا قبلنا هذا واقع حال الحالة الاقتصادية موضوحة مهم زين علي اسأل استاذ مؤيد اليوم شون نشوف دعوة الشيخ همام حمودي لعقد مؤتمر وطني لبلورة شراكة وطنية بين الكتر السياسية للوقوف على تداعيات هذا الموضوع الخطير حقيقة احنا نفرح كوزارة تربية كجهات تنفيذ المحلول نفرح من تكون مبادرات من اي جهة لان حقيقة احنا يعني وزارة التربية لا اخذت صحيح على عاتق انطلاق الحملة والقانون ووفرنا كل الامور اللوجيسية لكن يمكن استاذ الاستاذ يعني بالنقابة يعرف احنا قريبين جدا مع بعض يعني ما تستطيع وزارة التربية ان بحث تتمنى موضوع يعني يا وزارة المفروض تتعامل لازم جميع الوزارات لكن حقيقة الجهود اللي انبذلت من قبل يعني الجهاز تنفيذي لمحول الامية جهود كبيرة وحققنا نجاحات والدليل انه يعني اذا تعقد مؤتمرات كان عندنا مؤتمر ثلاثة تسعة مؤتمر الاول التعليم غير النظامي بالتعاون مع منظمة عالمية اللي هي انقاض طفل وحقيقة بالامس كان عندنا احتفال في اليوم العالمي لمحول الامية في مقر الوزارة برعاية معالي وزير التربية الدكتور ابراهيم نامس باعتبار هو رئيس الهي حقيقة اليوم عندكم مبادرة وطنية وهذه دعوة شون رح تستثمرون انتم اليوم كوزارة التربية شون رح تستثمرون هذه المبادرة مبادرة احنا بحقيقة المبادرة وهذه الشراكة ما دام هي الصف في مصلحة انه احنا شون نقضع الامية ونستقطب الاميين واحنا مستمرين بانطلاق الدفعات والدراسة حقيقة مبادرة تعتبر جيدة وتعاون مثمر نستثمرها بعد الاطلاع على يعني ما مضمون هذه المبادرة وشون اللي يعني اللي مخطط الها وابواب الجهاز التنفيذي لمحول الامية حقيقة مفتوحة لان اي شي احنا نعتقد به انه يقدمنا انه لخدمة للمجتمع وللبلد الشيخ محمودي دعا لاعتبار معدلات محول الامية معيار لقياس نجاح الحكومات المحلية اكيد هذا شي موسهل اليوم اذا احنا صدق 16 مليون طالب متسرب يا حكومات محلية بعض احنا بالنسبة انه هذا الموضوع حقيقة مو بس هنا يعني موجود والاستاذ يعني طرح وحضرتي انا اقول موضوع من قبل منظمات من قبل لكن المعطيات الحقيقية اللي ريد نقف عند هذا الموضوع على موضوع نحصي هذه الامور والاعداد بشكل دقيق انه رح يصير التعداد العام للسكان اذا انطلق هذا رح يوفرن قاعدة بيانات كبيرة يعني مو فقط الكل محتاج هذا التعداد مو فقط نعرف الاميين هذا التعداد يعني تم بني عليه جميع الخطط والبرامج لكن حقيقة هذه المبادرة اللي مبادرة جيدة استدمرها بشكل كبير اذا كانت اذا كل الشكر وفقكم الله لكل خير اساتذتنا ناطق باسم نقابة المعلمين الاستاذ او لا 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 نقيب المعلمين فارع الرصاف الاستاذ محمد سعيد حياك الله بارك الله بكل جهودك ان شاء الله والناطق الاعلامي باسم الجهاز تنفيذ لي محو الأمية مؤيدة خضية حياك الله شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به نسأل الله ختام حصادنا بموجز يلخص ابرز اخبارنا المحلية لهذا اليوم خليكم ويانا وزير الداخلية يوجه بتعزيز القطعات الامنية في سامراء المقدسة لتأمين زيارة الامام العسكري عليه السلام قيادة عمليات بغداد تعلن الاطاحة بعصابة متخصصة بالتسليب والمتاجرة بالمخدرات والدقات العشائرية رئيس هيئة الاستثمار يؤكد بأن دخول العراق باتفاقتين نيويورك وسنغافورة يحقق انتقال بجذب الأموال للسوق العراقي وزارة العمل تعلن إطلاق البحث الاجتماعي للمتساولين في بغداد والمحافظات الأخرى لشمولهم بالإعانة الاجتماعية هيئة النزاهة الاتحادية تعلن صدور خمس أحكام بالحبس الشديد لمدير مصرف حكومي في إيديالب الحصاد انتهى شكرا على كلام المتابعة وتصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر